من ضمن الحاجات المقترحة أن الناس كنت تقترحها أنك تدرس اللغة الفرعونية طبعا ما فيش حاجة اسمها اللغة الفرعونية تدرس دموتيقي دموتيك أو هيروغريفي والتواكد بالك في المدار أيوة لا بس خلينا بنتكلم على حاجة أن احنا بنتكلم على اللغة المستخدمة أو اللغة اللي مرتبطة بحضارة أنت واخد بالك ليها أثار موجودة وخد بالك في نفس الوقت ممكن تبقى مصدر دخل كبير جدا عايز أقولك على حاجة مهمة جدا ودي النقطة التانية اللي موجودة فكرة الصناعات الثقافية أنت عندك دول كتيرة جدا في العالم اقتصادها دخل ومعتمد على الثقافة والفنون وفي حين أن أنت واحدة من أعرق الحضارات في العالم وواحدة من أكثر الدول في العالم إنتاجا للثقافة وإنتاجا للفن وإنتاجا للحرف التراثية اليدوية النادرة والغالية جدا من أول التالي قوة الحرير والفضة وغيره 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 أنت مش تلاقي تصرف على الثقافة في حين أن الثقافة بمنتجاتها عندك تصرف على البلد مش تصرف على نفسها وده داخل في منظومة قوانين مقترحة وحاجات مقترحة بالسنة مش عايز أسبق الحاجات يعني مثلا أصور الثقافة اللي هي مسؤولة عن إنتاج كل هذه الحرف فيها كارثة في قانونة إنه مش مسموح لها تبيع الحاجات دي فبتكون النتيجة إيه؟ إن كل أصر بيجيب واحد شيخ في الحرفة يعلم اتنين يعمله تلت حتة أخر السنة يتهادوا أو يتكسروا فيروحوا عاملين اتنين ترزيهم أو تلتة ترزيهم لا أنت لازم يبقى عندك خريطة للحرف اليدوية في مصر دي أول حاجة اتنين لازم يبقى فيه تدريب لأن الحرف اللي دي هتندسر تلاتة ولازم اقتحام لإرث تشريع معين وتعديل آه طبعا دي حاجة أسألة خالص دي أسأل حاجة لازم يبقى فيه تطوير يجوا فنانين تشكيليين يعودوا مع الناس دول ويعلبوهم حاجات تانية ويكسبوهم مهارات تانية زي ما عمل ويصف في السجاد عنده وده فرض المؤسسات لازم تعمل كده تواخد بال حضرتك في الآخر بقى لما يبقى عندك المنتج ده يبقى أنت تبتدي تنتك وتبتدي تبيع وطبعا تبيع ده عايز خطة تسويق فدي النقطة التانية اللي هي نقطة الصناعات الثقافية وهي مش بتشترق وخب بالك من حاجة مهمة جدا أن أنت متتكلم في حرف تراثية أنت متتكلم في هوي طبعا كل من يعمل في حرفة تراثية موجودة متنقلة في بلده متتكلم في هوي الفارقة اللي بتتعامل في إنا البيوت معمولة لها الكوفيات دي ولي طلع منها حاجات بيوت معمولة على بعض بيوت مسلمين ومسيحيين بينتجوها ومنتش عارف الإنتاج يعني من ضمن الحاجات الاقتصاد والتراث والحاجات دي بتعملوا طبعا وبقى في دلوقتي معارض ومدعومة من الدولار الرئيس بيفتتح بعض من هذه المعارض للصناعات الأدوية أنا مع حضرتك ولكن يعني أنت عندك ممكن أنك تعمل طفرة في هذا المجال بحيث أنها تبقى من أكبر مصادر الدخل للبلد أنت عندك الإمكانات دي والطاقة دي غير مستغل وفي الداخل بقى في الصناعات الثقافية ملف السينما ملف الدراما ملف المسرح والمحافظات ملف النشر ملفات عديدة جدا وغير خلاف ده غير الملفات الأخرى طبعا غير في الآخر ملف طبعا حرية الإبداع وحرية التعبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر